دي بقى المفاجأة لانه قلت هل في اخر لحظة قلت لي ده احنا قبلها ثلاث مرات انتصارات مصرية في شهر رمضان صعية وقلت لك هم يا مولانا قلت لقى في الحلقة ايه بقى بسم الله الرحمن الرحيم وما النصر الا من عند الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مدح وزكى خير اجناد الارض الجيش المصري الباسل وبعد الجديد الذي يشرفني ان اذكر به ونحن في ذكر انتصار العاشر من رمضان السادس من اكتوبر سنة 1973 ميلادية ان فيه ثلاث انتصارات مصرية انا بكلم عن مصر ولا شأن لي انتصارات عربية او انتصارات عفوا مسلمين مصريين وغير مصريين انا اكلم عن مصر فقط سنة 658 من الهجرة تساوي 1260 ميلادية الجيش المصري هزم التطار في فلسطين لما جاهوا لاكوا ليقضي على المشرق العربي ده الانتصار الاول للجيش المصري في رمضان نعم سنة 666 من الهجرة يقابل 1268 ميلادية الجيش المصري انتصر بقيادة السلطان الظاهر ببارس على التطار ايضا الانتصار الثالث 702 هجرية يساوي 1303 ميلادية ايضا الجيش المصري انتصر على التطار ودي كان الانتصار اللي ضحر التطار الى الابد ونجى المشرق العربي من التدمير والاهلاك دي سلاسة انتصارات للجيش المصري على وجه الخصوص وسبحان الله التلت انتصارات كانوا في شهر رمضان والتلت انتصارات يقوم بيهم الجيش المصري المصري فقط لوحده لوحده ويدافع بيه عن المشرق العربي كله فيشاء الله سبحانه وتعالى ان يضاف انتصار العاشر من رمضان الثالث من اكتوبر سنة 1973 طبعا معروف بالعبور العظيم للجيش المصري لقناة السويس وتحطيمه لخط برليف وتكبيرات الله اكبر